السلام عليكم ورحمة الله يتعالى وبركاته ومتتابعات ديالي العزيزات الغالياتك الصحة نتمنى يا ربي تكون الفصحة وعافية يا ربي امين اه كنشكر المتتابعات ديالي في مكهن وفي العراق في مصر وفي المغرب في الامارات في دبي في جميع بقية العالم ودحية خاصة الحبيبات الجزائريات الله يسهل عليكم ويسهلكم اموركم يا ربي وكاملكم احبيباتي اشكلكم اللي الدعم ديالكم ولا يسهلكم اموركم يا ربي امين جبت لكم اليوم واحد الوصفة لبنات ساهلة وبسيطة واعرة تفوسيخة تحيد عليك القديم وجديد تردك بحيلة يا الله تزاديتي الناس يعانوا من السحر ولا من اللي يعانوا من الحسد والعين والتابعة وأمورهم متوقفة بهذه الوصفة ان شاء الله غا تفتحي هذه عقدت تلك القديمة وجديدة تقول لي بحيالي الله تزاديتي بحيالي الله ما كحطاتك لهذه الدنيا يعني شحان واحدة كتقول لك انا سبحان الله هالله ما كتتخلي يفتح حاجة كنكون مع شي حد كنبغي ويبغيني كنتبعد لو ما شاعد بالحب والاحترام كي يجيخ طبني كيدير مبادرة وسبحان الله كيوقع شي حاجة كتتفسخ كل شيء وباشي اول مرة كتوقع لي ماشي تاني مرة هالتفسخة لبنان كتخلي كامل لك الشي اللي عندك كتنحيه يعني كتردك انقية جديدة يعني ما كان اشرح لكم ولكن وصفة واعرة وتفسخها طيرة ما ضيراش يعني جربوها ما غاديش تنبوي لبنان تجربوها وره سهلة وبسيطة وكنحاول دائما اللبنات نجيب ليكم يعني وصفات سهلة وبسيطة ومكونات ديالها متواجدة في كل منزل يعني نظرا اللبنات اللي كانين في الغربة في فرنسا في ايطاليا وذك الشي الليش كنحاول نجيب ليكم وصفات سهلة اللي يمكن كوش يديرهم كيف ما قلت لكم وطفوسها خطيرة يعني تنحي العين تابعة الحسد للسحر خطيرة بسيف كانحتاجوا فيها بيضة انا عدي هنا بيضة بلدية ما عندكش مشكل اي بيض انا دائما كنحاول دياليكم الامكانيات ما عندك هادي دير هادي ما كانحتى مشكل كانحتاجوا بيضة كانحتاجوا لبنان الملح الملح اللي صغير يسولوني واش ملح الطعام ولا الملح لخاشين اللي متوفر عندك عندك الملح الطعام مزيان عندك الملح لخاشين مزيان هاد الوصفة لبنانية قدر على طهارة حاولوا دائما لبنانية تفوسيخة تديروها وانتم مع طاهرات يعني تفوسيخة دائما تعملوها على طهارة الى ما كنتوش على طهارة ما تديروش تفوسيخة اعطوا عتيسها متافقين في هاد النقطة كيف ما قلت لكم كانحتاجوا لملح وكانحتاجوا بيضة اللي مهم هاد الوصفة لبنانية كانت اخدموها ثلاثة اولى الخميس اللي اعجبكم الثلاثة اولى الخميس كانت خدميها مع الفجر سمعوني مزيان يعني الصباح الباكر يعني مباشراتا بعد صلاة الفجر تصلي الفجر ديالك وتخدمي هاد الوصفة كيف ما قلت لكم انا عدي بلدية الى عدك تل عادية ماشي مشكي وكمل احسن تكون بلدية كتتزدك لبيضة كتقولي بسم الله وكتدوزي على جسم ديالك كامل على اطرف كامل للجسم ديالك كتدوزي كتمسحي بيها يعني بحال شي صابونة تمسحي بيها تمسحي بيها تمسحي بيها كل شي وانت في خاطرك كتقولي يعني معدك الهدوء سبحان الله وحاول تكون تقولي في شي بلاصة هادئة يعني شي بلاصة انت تكون فيها بوحدة كتقولي متخشعة وانت كتدوزي لديك البيضة في نفسك يعني طلبي بكل جوالح ديالك قولي يا ربي تسهل علي يا ببي تسهل يا امري اموري يعني اي حاجة في خاطرك قولي هديك البيضة ففي خاطرك يعني 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 سري ماشي جاهري كتقولي هديك شي كوش اللي في خاطرك من اللي كتسهل لبناج من ذيك البيضة كتسهل يعني كتدوزي على الجسم ديالك كامل مراسك يعني كتدوزي على كون شي جسم ديالك متخلي حتى شي بلاصة كتاخذي كاس تعزاج كاس تعزاج يكون جديد يعني كاس من الزجاج يكون جديد وما يكونش منقوش يكون عادي cds بلاص xenقش عادي جدا لكتشربه فيه الماء судو مك عادي جدا كتاخده كتعمري الشه بالملاء والماء يكون معديني الماء يكون معدينة وكتحطي في أولت짜ه البيضة قتحطي في هد البيضة وكتحطي عليهم ثلاثة المعالق وثلاثة الحفنات 3 الملح الحفنة اللولى الحفنة التانية الحفنة التالتا كيفما قلت لكم، من الذي ثلاثي البيضة على الجسم الكامل تضع الكاس يعني كيفما قلت لكم البيضات كتتحضل البيضة في ذلك الكاس تعلمه يعني ذلك الكاس يكون تعزيج وتضع البيضة مملوك بالماء ويكون معدينه وتضع علي ثلاث الحفنات تعلمه واحد جوج اثلاثة من اللي كتساعل البنات كتخلط اذا كتسنع ذا كلمة حتى يدوب في ذا كلمة وكتهززة البنات هذا الكاس ذا كلمة اللي فيه كتهزز بوحد الجهد يعني بحد القوة كبيرة وكتلوحيها في الطواليط يعني خصي ذاك الجهد يخلي البيضة تكسر يخلي البيضة تكسر تشقق باش اللي كتابعة اللي عندك راح تلون البيضة هتلقيها شوية يعني صفرة اكتر من القياس يعني غام قادر البرتوقالي يعني ذاكي ندلع ندلع عن شيء ندلع لانه تابعة اللي فيه ونحصرها مشا وكتكبل ممزيان في ذاك في الطواليط باشك البيضة تمشي وذاك الما وذاك الملحة وراء كيفما كتلكم وصفة واعرة ما تأكزوش اليها تفوسخة كتخلك بحيالي الله تزاديتي كيفما كتلكم كتنحي القديم وجديد ورشحة موحدة كتقول لي انا كنكون مخطوبة ولا شيء حتى باقي نينا وينين معقول وكيكون ميت فيا ولكن سبحان الله يعني كيمشي بدون سابق انظار ما كنكون صحة سلام بحل العسل تسميني العسل وشويه كي يغبر لي هالاعطار بدون سابق وكتقول ليك ماشي مره ماشي جوهات شيك يوقع بزاف للناس اللي عندهم تابعة اللي عندهم العين اللي امورهم يعني كي يضرع لهم الناس بزاف اللي عندهم الجيل العاشق في الناس اللي عندهم هاد الامور هالامور ديالهم كتكون متوقفة يعني لا خدمة اللي عامل كي يحسوا بالليهياتهم يعني متوقفة ما فيها حتى شيء تطور بالعكس انما ترجع اللور اللور وهذا الامور الالبنات يجب عليكم تردو لها البناء بزام زيان يعني دائما بنادم سلاتهم يتفرقش عليها يدفو سيخات يتطق عليه قلدون يعني بزاش على الامور ماشي يبنى المريض في صحته ويبقى قالس ويتسنى شي حدي حن يعني يهقل الالبنات هاد الاشتراه إلا ما خدمتش الوصفات الراسك بتسنى حدي يخدم عليك ما كاللي حن يعليك بالاكس الابنات الوصفات كنحاول نديرهم لكم في بوت تناول جميع وبساط وسهلين يعني ومكوين تكينين في جميع البيوت ديالناس يعني الملحاش كل كان شي ضار مفايش لملحة واش كان شي ضار مفايش لمو ومفايش للبيض يعني هاد الاشتراه سهل وبساط كنحاول نفكر فيكم الناس اللي اللي بحث الاوان ما كنحاولش نجيب بيكم مكوينة يعني غالي كنحاول نخدم باللي كان والوصفات كنحاول نجيبهم يكونوا ناجحين والله العظيم الوصفات يرعي لما كنوش ناجحين ما نجيبوه مش ليكم را كنجروهم الى الزبونات دياله هي اللي اولى حتى كيعطوه نتيجة والحمد لله لله ينصلك يكون الحق فمجموع من اللبنات كيني نعدي دائما في التعليقات كيشكروني على وصفات وصفات الناجحة الحمد لله ذاك الشيء لشها اللبنات اللي سهلة لكم تسبب ورا كيقولك الله سبحانه وتعالى سبب بعدي ونا نعاونك را مثلا انت بيتي خدمة را ماش تقلس في الدار وتقول بيت خدمك را كتسبب باش الله يرزقك خدمة وماشي قد قول يا ربي ترزقني المال را كتنوت تتخدم على ذاك المال وكا ذلك يعني بزاف تاع الامور ذاك الشيء لشها اللبنات اي واحدة امورها متوقفة تتبرتجي معا هاد الوصفة راه واعرة ورا ماش تندمو عليهم جربوها 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 را كننأكد على هاد الوصفة حيث واعرة بزاف واعرة بزاف ويعني بغيتكم تجربوها وتفوسيخها متردقرة الحمد لله في القناة كي بزم تفوسيخات هادي زوينا دي اللي حلبت تهي زوينا كل شي هم زوينات وده اللي حلي بقاع ولاء اروح تكشي ليش اللبنات تجربوهم ومات اكزوش مات اكزوش مات اكزوش تشيره سهل بسيط رام يدي من وقتك تخمسة دقائق والله العظيم واتشي لي كي الله يساعدك ويستلكم امركم يا رب اشتركوا في القناة